بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي طالبة الصف والسادس العلمي الإعدادي أينما كنتم في بلادنا الحبيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متواسطين وياكم بشرح مادة الكيمياء للصف السادس العلمي مثل ما نعرف وتعرفون وصلنا الفصل الثالث اللي هو شن العنوان مات نعم الاتزان الأيوني تعرضنا بالدروس السابقة إلى الألكتروليتات وأنواعها نعم وطريقة كتابة معادلتها والمسائل الرياضية المتعلقة بها وصلنا وياكم إلى موضوع جدا مهم الدالة الحامضية الأسس لايدروجيني نستكمل إن شاء الله وياكم بقية مسائل هذا الموضوع تفضلوا يانا أحبتي نشوف اش عدنا من مثال عدنا هنا التمرين نعم تمرين ستة ثلاثة أو ثلاثة ستة اللي يطلب من عدنا قيم الدالة الحامضية من مقصود بالدالة الحامضية البيئة ليس يسموه دالة الحامضية لأن يدلينا ويعلمنا ويفهمنا إذا كان حامض أو قاعد المن للمحالين الآتية أول محلولة عندي هو ستة في عشرة السالب أربعة بوحدة أكيد المولاري أو مول على لتر المن لحامض الهايدروكلوريك أو الهيدروكلوريك مثل ما اتفقنا والدي الدروس السابقة أنت لازم تعرف طبيعة المادة اللي قاعد تتعامل بيها حامض الهايدروكلوريك أوكي هو مغشيش نقاي اللي حامض لكن يبقى ضعيف له قوي لازم أنت تعرفه تمام هنا أنا هو حامض قوي زين وبعد الساب لازم نعرف صيغته ليش لأن على مد من أكتب معادلته أفتهم هو يبتلك أش واحد أو اثنين هذه كلش مهمة تمام يلا ويايا ألاحظ هناك كتبنا المعادلة مثل ما تعلمنا بالدروس السابقة أج سي ألي نطيني أيون الهايدروجين والكلوريك طيب ثبتنا التركيز بالبداية أكيد عندي قبل عملية التفكك صفر بصفر بعد انتهاء عملية التأيين أو التفكك قيمة صفر ستة في عشرة سالب أربعة اللي يهمني هنا نتركيز أيون الهايدروجين ليش؟ لأن أنا أريد أحسب نعم الـ pH بعد ما ثبتنا قيمة التركيز ناخد القانون pH يساوي سالب لغارتم تركيز الـ H يعني سالب لغارتم الستة في عشرة والسالب أربعة لغارتم الستة مثل ما نشوف معطى نعم بالسؤال صفر فارزة 78 إذن أربعة ناقص صفر فارزة 78 ينطيني ثلاثة بوينت 22 واللي يحب يعرف هذن شلون صار يراجع نعم الدروس السابقة إذن حصلنا على قيمة الـ pH شنو الوحدة نكتبها هم الـ pH كل الزين بدون وحدات نشوف الفرع الثاني من السؤال يلا وياي الفرع الثاني من السؤال اللي هو فرع با طبعا نفس صيغة السؤال احسب الدالة الحامضية المن هالمرة عندي حامض نعم الكبريتيك حامض الكبريتيك تركيزه 3 بالمية تمام طيب مثل ما قلنا قبل شوية الصيغ مهمة جدا اللاحظ ابني هنانا ألاحظ حامض الكبريتيك هو H2SO4 يعني رح ينطيني 2H بعملية التأيين وبالتالي تركيز H رح ينظر فيه 2 مثل ما تعلمنا بالدروس السابقة يلا وياي التركيز الكل 3% أو 0 فارزة 0 قبل عملية التأيون عندنا هنا نصفارة بعد انتهاء التفكك أو التأيون 0 وهنا زينهاي ليش 6% يعني عندك هنا 2 يعني 2 في صفر صفر ثلاثة بالنتيجة صار 6% طيب pH مثل ما نعرف القانون سالب لغارتم ال-H بالنتيجة سالب لغارتم 6 في 10 سالب 2 مثل ما تعلمنا السالب ينزل سالب في السالب لغارتم ال-6 معطاب السؤال والنتيجة هي 1.22 قيمة ال-pH لو كان طالب من عندي ال-pH وهو حامو أكيد ما عندك OH هنا عندك ال-H فإذن ماكو مشكلة نحسب ال-pH تمام كل الزين وبعلاقة ال-pH مع ال-pH نجد قيمة ال-pH هذا لو كان رائط نعم من عندنا ال-pH نقدر طريقة أخرى أكيد نطلع ال-OH من علاقة التعيين الذاتي ونطبق قانون ال-pH على شرط عندك اللغة يلا ويايا نشوف إش عدنا بعض نعم ألاحظ عندي هنا تمرين آخر اللي هو صيغة السؤال أو صيغة التمرين نعم يقول العفو هذا مر علينا لا بأسأل نعيده مرة ثانية بعد ما طلبه من عدنا إعادته يقول إذا كانت قيمة ال-pH تساوي 3.32 الريد من عندك تركيز ال-H هذا طبعا السؤال طلبه من عدنا إعادته مرة ثانية لذلك عدنا لهم ال-H تركيز ال-H عشرة السالب PH نعم والعمليات الحسابية مثل ما اطرقنا لها وبالنتيجة طلعنا قيمة ال-H شو استاذ التمو قلت بدون وحدات صارت مولاري إي مو هذا ال-H مو ال-PH تمام يلا ويايا طيب نشوف شنو اللي نعم عدنا بعض عدنا هنا نتمرين رقم ثمانية نعم تمرين رقم ثمانية اللي هو نقرالكم صيغة السؤال أو التمرين صيغة السؤال جت قيمة ال-H تركيز أيون الهايدروجين بعد اريد من عندك ال-PH بعد ال-OH بعد ال-P-OH ما شاء الله كل هين رايض هين من عندنا اللي محلول مائي هو C-A-OH باي تو واللي تركيزه صفر فارز صفر خمسة عاش أو نقدر نقول خمسة عاش بالألف وأريد من عندك هل هذا المحلول حامضي أم قاعدي ولماذا ونعطيني اللغار تم المقابل هنا هو نعطيني الصيغة C-A-O-H باي تو أكيد قاعدة قوية ليش لأن احنا حفظنا صياغ الحوامض والقواعد القوية ويا يا ولدي اللاحظ ولدي هنا بعد ما قرنا السؤال رح نشوف طريقة نعم الحل مالت طيب أكيد نكتب المعادلة ليش لأن هذا الكتروليت ضعيف وتعلمنا دائما بالألكتروليت الضعيف نعم نكتب المعادلة تمام زي المعادلة اللي تخص مثل ما موضحة عدكم هنا هي C-A-O-H باي تو ينطيني C-A موجب اثنين واثنين او اتش التركيز 15 بالألف نزل هنا نفسه ألاحظ هنا ثلاثة شن اللي يصار عندي اثنين مضروبة فيه صفر صفر واحد وخمسطعاش اثنين فيه خمسطعاش نعم ثلاثين عندك ثلاث مراتب بالنتيجة هذا الصفر ما الى قيمة اصبح تشقد عندي نعم ثلاثة بالمئة ارجع مرة ثانية اأكد صيغ الحوامض والقواعد مهمة جدا استاذ هو يقول نعم لان هو الفصل يعتمد عليها الاملاح الايون المشترك محالي الببر كلها تعتمد علي منولدي على الصيغ والنوع نكمل حل السؤال طيب المطلوب من عندي حسبت لل OH مين اكيد نعم من المعادلة تمام ثلاثة في عشرة والسالب اثنين حسبت لل P OH سالب لغارتم تركيز ال OH السالب عوضنا سالب لغارتم ثلاثة في عشرة سالب اثنين مثل ما تعلمنا هاي الطريقة اثنين ناقص لغارتم من الثلاثة المعطاب السؤال حصلت على واحد بوينت ثلاثة وخمسين اللعب ثلاثة وخمسين بدون وعداد زين استاذ هو طلب ال H وال P OH وال OH وال P OH وانت بديت لنا بال OH من يجاوب على هذا السؤال كل الزين لأن هاي قاعدة انا شريت من عندها برحتة يطلب P OH H OH برحتة يطلب خلي يطلب من حقه لكن انا شن اللي عندي عندي OH هنا ليش لان عندي قاعدة اذا اكيد رح اطلع لقيمة ال OH واطلع ال P OH وبعدين بالعلاقات السابقة نعم نجد لل H وال OH يلا ويايا بعد ما حسبنا قيمة ال OH اللي اخذناها نعم من المعادلة طبقنا القانون P OH سالب لو غارتم ال OH السالب نعم وعوضنا اهنانا وطلعنا ال P OH ال P OH زائد P OH يساوي 14 عوضنا حصلنا على ال P H ولاحظ هنا ال P H قيمته اكثر من 7 اذا المحلول قاعدة ونقدر عن طريق قيمة ال H ايضا نعرف طبيعة المحلول تمام نلاحظ ال US هنا يمثل مادة قاعدية طيب H في OH ينطيني رقم ثابت 1 في 10 سالب 14 وطلعنا قيمة ال H ونهينا طلبات هذا السؤال طيب بالإمكان بالإمكان لا بأس أن ناخذ في السؤال بصورة سريعة طلبون من عدنا وهو إذا عندي تخفيف بصورة سريعة مثلا ناخذ هذا السؤال واللي عدون نعم لجنة الكيميا مشكورين السؤال أو صيغة السؤال عدنا مثلا احسب قيمة الوس الهايدروجيني ال PH المن لمحلول 1 ميلي لتر من 10 مولاري لحاموض يكون ال HCL أو أي حاموض آخر قوي بعد إضافة نعم لتر من الماء زين أستاذ شن الفكرة من هذا السؤال الفكرة من هذا السؤال نعلمكم على التخفيف طالما عندك حجمين تمزجين إذن هنا رح تتخفف المادة الأصلية ويايا على ما تنطبق قانون التخفيف عدنا أموال V1 يساوينا M2 نعم V2 الأموال V1 مالة الحاموض قبل الإضافة اللي هو تركيزه 10 وحجمه 1 على 1000 ليش أستاذ لأن عندك لتر ملي لتر ما يصير التركيز الثاني أنت تريده نعم والحجم 1 لتر على اعتبار ممكن إهمال هذا الحجم إذن التركيز الثاني للحاموض رح يصير 1 بالمية هذا هو تركيز الـ HCL وبالنتيجة تقدر تشتغلي على هذا التركيز أستاذ يعني شلو نشتغل على هذا التركيز يعني تطبق عليه نعم قانون أو المعادلة أنا رح أمسح هذا بس على ما يصير عندي مجال أكمل الحال بصورة نعم واضحة ألاحظوا هنا بعد ما اطرقنا الـ HCL يتفكك تفكك تام H موجب CL سالب 1% 0 بالنتيجة بعد عملية التعيون التامة نعم حصنا على التراكيز والـ H سالب سالب لغارتين تركيز نعم الـ H الموجب يساوي سالب لغارتين 10 سالب 2 وأكيد يساوي أثنين سؤال جدا مهم نعم نشكر السيد المقرر مقرر القسم على إضافة هذا السؤال خدمتين لطلبتنا الأعزاء إن شاء الله نكون وفينا هذا الدرس واللي أرجو من عدكم المتابعة والحرص أثناء القراءة تحياتي لكم آملين اللقاء معكم في دروس قادمة شكرا اشتركوا في القناة